أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية في العاصمة الأوكرانية إعادة تشغيل الكهرباء والماء والتدفئة والاتصالات في كياذ بشكل كامل تقريبا يأتي ذلك بعد أن أعلنت شركة الطاقة الأوكرانية القابدة أنه سيتم إدخال جداول انقطاع الطيار الكهربائي في حالات الطوارئ في كياذ وسيتم إدفاء الأنوار واحدة تلو الأخرى بحيث يكون المشاركون بدون كهرباء لمدة أقصها خمس ساعات متتالية بعد ضربات جوية روسية مكثفة على البنية التحتية الأوكرانية كانت الأكثر تدميرا حتى الآن بدأت إمدادات الكهرباء تعود تدريجيا إلى ملايين الأشخاص الذين واجهوا خلال الأيام الماضية بردا وظلاما السلطات الأوكرانية قالت إنها تمكنت من السعادة الكهرباء بعد أن نجحت في إعادة ربط المحطات النووية الأربع في البلاد ومن بينها محطة زابوريجيا الأكبر في القارة الأوروبية بشبكة الكهرباء الوطنية وبالرغم من أن تواقم الإصلاح تعمل على مدار الساعة فإن شركة الكهرباء الوطنية الأوكرانية أعلنت أنه لا يزال هناك عجز بنسبة تتجاوز 30% مطالبة المواطنين بترشيد الاستهلاك الرئيس فلوديمير زيلينسكي وخلال جولة شمال العاصمة كييفا أكد أن الشعب الأوكراني سيتغلب على كل التحديات وصولا للانتصار المهمة الرئيسية لنا الآن هي إعادة إصلاح البنية التحتية للطاقة خلال الأيام الفائتة نجحنا في تقليل أعداد الذين يعانون كراء انقطاع الكهرباء إلى النصف معظم الاتصالات مقطوعة في كييف ومناطق أخرى عدد من تأثر بذلك نحو 60 مليون شخص في المقابل تبرز روسيا ضرباتها الصاروخية على البنية التحتية في أوكرانيا وتصفها بالمشروعة لحماية المتحدثين بالروسية في هذه المناطق وفقا لما أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين الذي زاد بقوله إن أوكرانيا دولة مصطنعة مقططعة من أراضي روسيا وما بين مواقف موسكو التي ترى أن حكومة كييف قادرة على إنهاء معاناة شعبها بالاستجابة للمطالب الروسية ومواقف أوكرانيا التي ترى أنه لا سلام ممكنا دون انسحاب روسي كامل من جميع الأراضي التي سيطرت عليها يعاني العالم جراء هذه الأزمة التي لم تكتفي بمعاناة طرفيها بل امتدت لتضع الجميع على شفى أزمة غذائية فضلا عن المخاضر النووية التي تحملها هذه العمليات العسكرية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر